قبل أيام كنت أحدث بعض أحبابي جلسين معي بقولهم إن أنسى لا أنسى رجلاً كنا كلما ذهبنا إلى المدرسة الابتدائية كنا في الابتدائية سبحان الله يعني تنزعج أسماعنا وأمزيتنا بهذا الرجل الذي يومياً في كل صباح نمر عليه في محل عمله وكان ممولاً رجلاً ثرياً جداً 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 لا يحسن إلا سب الرب والدين لا إله إلا الله ننزعجنا أطفال نقول ما هذا نكره أن ننظر إليه نكره أن نرى وجهه هذا الرجل حين توفي بين بيته أنا أعرف بيته تماماً يعني وبين المقبرة ما فيش تقريباً مئة متر أقل بصراحة بس يعني ماكسوم مئة متر خلينا نقول على ما أذكر يعني أنا أعرف وين المقبرة وين بيته كل الذين ذهبوا قال لك تغسلوا كان صعباً جداً ما بريم معهم ولا بتقلب أتعبهم جداً المشكلة حين أخرجوا الجنازة عند عتبة لا أنا جنازة ولا أتحرك أصبحت كأنه وزنها ألفين كيلو أولي قد يتحركوها يجب ما عايش فيه قال لك وقفة حرك ما فيش نصف ساعة تركوها ثم بصعوبة حملوها وحركوها أنا ما كنت بس كل اللي كانوا غاد بالعشرات طبعاً كلهم طابقت روايتهم تطابقت روايتهم قال لك برضو من عتبة الدار للمقبرة اللي هي مئة متر أخذ مني زهاء برضو نصف ساعة مش راضي يمشي وين يمشي قاضي حياتك الله ما أعطيك الملايين وما أعطيك صحة كان عنده صح وكذا وربك دينك دينك ربك عشت متكافر عمرك ما ركعت لله ركعة تفضل يلا يلا وطبعاً هذا كان عنده لما جاءوا الموت عنده كل الارتباط والتشبث بالدنيا الدنيا هي كل شيء له ستخرج منها رغماً عنك أنت لم تأتيها باختيارك ولن تخرج منها باختيارك وعلى فكرة ما كانش عمر كثيراً يعني أنا أذكر ربما إيه يعني حتى ما بلغيش سبعين من عمري في صحتي قبل سبعين مات فهذا عشناه وعاشه المعسكر وعاشه الناس وفضيحة كانت الله يستر عليه الناس وعلى المسلمين ما رهيب الذي يصبح هذا فهذا يؤكد أيضاً هذه النقطة في العلم الذي ذكرناها العلم الموت حسب الارتباط قال لك الدكتورينس والدكتورينس كل ما يقول هذا حسب الارتباط لا يوجد ارتباط في تخلي كامل في انتقال سلس ارتباط تشبث قال لك بيكون انتقال صعب جداً وشاق متعب وحدث أيضاً جلوسائي عن الرجل الأخ الكبير يعني قال لي يا أخي هذا أنا أربعة أيام ما بالفلان قال لك يحتضر ينزع أربعة أيام يحتضر يصدر منه صوت منكر ما بدنا نشبه بالشيء صوت منكر أربعة أيام بليالية لأنه نفس الشيء لم يكن مستقيماً بالمرة وكان ممشاو كل شمال مات أربعة أيام أخي يقول لي أنا كل يوم أمر وأسمع والناس تسمع من الشارع وهو ينخر ويشخر والصوت رهيب منكر عذاب أربعة أيام يحتضر الروح مشاهدة تطلع ما بدها رايحة العذاب ورحة ولذلك في صحيح مسلم وعند أحمد وعند غيره صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه لما يحتضر المؤمن المسلم تأتيه الملائكة طبعاً وأحسن صورة وأحسن أشكال وتأخذ روحه تبشره طبعاً الملائكة تبشره من الأشياء الجميلة وبرضى الله وكذا وبالنعيم فتخرج نفسه وقال لك كما تسيل القطرة من فهم الثقاء خير كل ما يسيل بسلاسة بسهولة وقال لك سبحان الله بمجرد أن تخرج الملائكة تندهش من طيب ريحها فكشرح طيب هذه ما أطيب هذه الرائحة طبتم فاتقلوها فالله ما اجعلنا منهم ظاهرة الحقيقة ترفعها تأخذ الملائكة نفس هذا المؤمن ترفعها إلى السماء فتأتي بها أرواح المؤمنين فتعجب أرواح المؤمنين نفسه من هذه لطيب ريحها ريح طيبة تملأ السماوات مين هذا ما شاء الله يقولوا هذه فلان فيسألونه ما فعل فلان شوف الرسول هذا كل علوم الغيب لا إيها الله علمناها النبي يسألوا الروح اللي أجد هذه الطيبة ما فعل فلان فيقول لهم أريحوه لسه حين تجاي من تعب الدنيا لا الروح مؤمنين بدأت تعرف طب فلان فلان هذا بيكون مات عاد بس ما مرش عليهم هم يسألوا فيقولهم أولا يعني إيه أولا ميأتكم أقول لم نره يقول لا إيها الله ذهب به إلى أمه الهاوية ما هذا يبقون مؤمن للجنة وعند المؤمنين يبقون بعيد كافر وعن نار في أمه الهاوية فمعناها يكون أي واحد ربما يكون من هذه الأمة كذا أمرش على المؤمنين يروح الكفار يجهنم نسأل الله حسنا الختام لا إله إلا الله والله فتنة والله العظيم تدخل على اليوتيوب الآن أقسم بالله لا تكاد تصدق نفسك يبشرون بالكفر وبالإلحاد وبالربوبية ويهزأهم من القرآن ومن محمد ومن الإسلام ومن الفرحانين وقال لك نحن ننور ونعمل تنوير ما شاء الله على التنوير أنتم تلعبون والله العظيم تلعبون بدينكم والله العظيم تلعبون بمصائركم والمشكلة لا أدري يعني لا أدري تقول لي أنا ما ولكن أنا يقيني كل إنسان لو صدق الله أو صدق الله في التعرف الحقيقة في تعرف الحقيقة حتما ستتيسر له تجربة روحية تعرفه الحقيقة ويعرفون الحق والباطن فالله يهدي الجميع ويسعد الجميع أسأل الله الهداية للجميع ثم السعادة أي بالهداية بعد ذلك لأنه الموت هيك أنا والله يعني ماذا أقول لكم يعلم الله حزين أقسم بالله حزين على كل واحد مهما كان ما عنده إيمان وفرحان بإلحاده فرحان بلا أدريته فرحان بربويته فرحان بشكوكويته مفكر حاله الله يهديهم الله يهديهم وضعهم صعب كثير هم مش عارفين ما عندهم مش تجربة على فكرة ما عندهم مش تجربة روحية حقيقية على فكرة هذه التجربة كلها تسمى كمان في العلم هذا إلس Life Experiences تكتب E L E S صغيرة إلس تسموها الإلس كلها تدخل تحت تحت الإلس هذه ذكرناها ممكن تعطيه اسم واحد إلس تجارب نهاية الحياة خبرات نهاية الحياة End of Life Experiences تجارب وخبرات نهاية الحياة طيب يقرأ عنها على الأقل اسأل أمك اسأل خالتك اسأل جدتك اسأل جيرانك تعلم شوف الدنيا كيف كيف الانتقال لا يريد لي على أفكار الملاحدة وكذا وبالأسف والذي يحزني كمان وهذه ملاحظة كثير كثير حزينة في دور نشر عربية الآن كثيرة في سوريا وفي العراق وفي مصر دور نشر حتى في المملكة السعودية دور نشر فقط تقريبا لا تكاد تترجم إلا كتب إلحاد كتب الملاحدة العالميين ترجم ترجم والأسف عليها إقبال كبير الكتب هذه بن قوسين ما هي الرسالة التي تريد أوسلها هنا آمن الأوان للخطاب الديني يتخفف من العاطفية والخطابية المحضة هذه واللعبة على العواطف وشويص الراكز وعلمي وثقيل ويستفيد حتى من أي من علوم العصر وأفكاره ودراساته يعني حتى موضوع الموت خلاص كفائي تطرحه مرة بالطريقة الوعظية وكذا جميل ولكن لازم يطرح مرة على الأقل برضو بالطريقة العلمية التوثيقية المناهجية والعلم هذا على فكرة علم متعدد التخصصات تدخل في تخصصات كثيرة علم الاجتماع داخل علم النفس داخل اكتل التخصصات تخيل بالكدرس اقول جدا كلج داخل علم لللله's desemar ele lima الموت داخل علم اجتماع الداخل علم الاجتماع كوارث داخل علم الاجتماع داخل علم عمل إجتمع موت داس مس Oklahoma جيodle علم إجتماع الكوارث علم النفسي المرضي علم الطب النفسي العصبي داخل فيه علم فى ذلك العصبية داخل فيه علم اللهود عشرات التخصصات علم الطب شاري كمان كلها تحالفت لكي تنتج التناتولوجي أو علم الموت خلينا شوين نتعلم نتكلم بعلمية عشان لما يسمعنا ابنك أو ابني أو صديقك أو صديقي أو حتى الملحدة هذا يقول يبدو في مقاربات يعني علمية وحين بتعرف السلطة الأكبر في هذا العصر العلم للأسف الشديد العلم سينة 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 شوف العلم والعلماء والأبحاث والدراسات والديتا والشغل فضل فضل عشان تعيد النظر في موقفك الحكاية ليس لعبة ليس مجرد خطفات ومواحظ وقصص والدار الآخرة لا الموضوع جد ويبدو أن حجة الله بالغة لا إله يعني ربما مشتارك سد الأبواب كلها بدك علم هي علم بدك فكر هي فكر بدك عاطفة هي موجود بدك دين هي كله بس أنت مش جدي ونحن الله لا إله إلا هو ماذا أقول لك يعني أستغفر العظيم بخافة أحكي كلمة تكون مناسبة لكن واضح ليس أقول لك أنه الله جدي أو الله صادق أستغفر العظيم بس واضح أنه الله رحيم حقا ويحاول يتيح لك كل أسباب النجاة بس أنت البعيد بخاطب الملحد والشكوكي أو لا أدري هذا أنت واضح أنك مش جدي مش مشتغل على نفسك بجدية حقيقية روح وشتغل قبل ما تتعجل تعمل لك قناة بس وبدك تتكلم لا والله العظيم والله ما تفرح والله ما تفرح والله الموضوع ما هو زيق قصما بالله نبدأ كثير من هيك حكاية ما هي تعجل تعجل على فكرة مرش قيمة وكون واثقا على فكرة وطروحاتك ومقارباتك وكذا لن يبقى منها شيء عشر سنينة الآن ما في حد حيستهلك المادة تبعتك العلمية عرف ليش؟ لأنها غير علمية وغير جدية وغير عميقة مش مادة بحيية حقيقية واللي بيقدم مادة حقيقية وموثقة وقوية ومتكاملة هيحتاج إليها ولو بعد عشرين ثلاثين أربعين سنة خمسين سنة قدم شيء حقيقي انت بتلعب كاعد بس بدك تعمل إي تزجيلات لا الموضوع أخطر من هيك ترجمة نانسي قنقر